اشتركوا في القناة الفلاح هو اني اكون ماشي في طريق مريحني اولا وبحق في تقدم وبتعلم في من الفشل لم ترد كلمة النجاح ولا مشتقاتها ولا مرة واحدة في القرآن الكريم الذي ورد هو الفلاح الفوز عكس الخسران هذا الذي ورد ومشتقاتها لكن ما وردت النجاح اذا الحديث هنا عن الفلاح عن الفوز فما هي معايير الفلاح ما هي معايير الفوز كما يعلمنا اياها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فلنتأمل معا في الايات الكريمة ونفس وما سواها 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 يعني جعلها متساوية لا زيادة ولا نقصان جعل فيها حب الخير وحب الشر بنفس الدرجة وعلى فكرة هنا مفهوم خطير بعض الناس يقول الانسان يولد صفحة بيضاء لا الانسان لا يولد صفحة بيضاء الانسان يولد وعنده الاستعداد الكامل نحو الخير ونحو الشر بنفس المستوى ونفس وما سواها فاذا لا ظلم فالهمها بقية الآية فالهمها فجورها وتقواها من نفس المستوى طيب من الذي يقرر انه يتجه نعوه هنا هذا الاتجاه ولا هذا الانسان نفسه عنده الخيار الكامل وإلا يصبح ظلما قد افلح من زكاها هو الذي زكاها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اذا القرار عندنا ونستطيع ان نفلح قد ناخد آية اخرى فيها الفلاح قد افلح المؤمنون اذا هنا الحديث عن الفلاح مرة اخرى والصفة صفة الايمان هي التي تعطيك الفلاح اذا الفلاح مقرون بالايمان بتزكية النفس وهذا واضح بشكل كبير في كل القرآن الكريم تزكية النفس المقصود بها تنقيتها رفع الشوائب عنها تصفيتها الوصول الى افضل نسخة من نفسك كل انسان عند القدرة ان يكون نسخ نسخ سيئة ونسخ حسنة الفوز مصطلح اخر هو عكس الخسران يقول الله سبحانه وتعالى والعاصر ان الانسان لا في خسر كل انسان سيخسر كل انسان ليس سيخسر فقط كل انسان في خسر يعني يحيطه الخسر من كل مكان داخل الخسر كل انسان محاط بالخسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالفوز اللي هو عكس الخسران مقرون بالايمان مقرون بعمل الصالحات مقرون بالتواصي تواصي تفاعل ليس جهة واحدة ليس وانوي اتجاهين تواصي بالحق وتواصي بالصبر لماذا؟ لان اذا التزمنا بالحق سنحتاج بالتأكيد الى الصبر تعملوا معي قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى هذا الشرط الاول عمل صالحا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من المفارقات العجيبة عندما بحثنا في ترجمة عربية للنظرية الغربية التي من روادها ساليغمان الذي تحدثنا عنه لم نجد مفهوم او خنقول مصطلح ادق كدرجمة حرفية لكلمة well being من الحياة الطيبة being حياة well طيبة well being فاذا مفهوم well being ترجمة ترجمة العربية الحرفية اقرب شيء اليها هو الحياة الطيبة الذي جاء في الاية الكريمة من سورة النحل تلك الاية تحمل في داخلها على بساطتها على قسرها منهجا للحياة الطيبة هو منهج للدنيا ومنهج للاخرة ليس للدنيا فقط تعونا نضع كل هذه المفاهيم في اطار نجمعها في اطار واحد يستند على التعاليم الربانية وما توصل له اخر ما وصل اليه العلم الغربي علم النفس الايجابي بسيطة بسيطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر